وزي ما قلنا فقرتنا دلوقتي هي فقرة بكرة أحلى ودايما مشاريع التخرج بتكون هي البطل الكبير اللي معانا في الفقرة كلية الإعلام جامعة القاهرة دايما بيبهرون بأفكارهم الجديدة وإن هما دايما بيفكروا out of the box أو برا الصندوق والأفكار دايما بيكون لها هدف لخدمة البلد وزي ما اتكلمنا في البداية إنه السياحة هي شيء مهم جدا وكل ما هو جديد يعني علشان يكون فيه جذب للسياحة وللسياح دايما لازم تكون أفكارنا جديدة يعني المغامرات هي شيء أساسي في حياتنا ولكن رياضة المغامرات أو سياحة المغامرات أصبحت موجودة في مصر وفيه أنواع كتيرة جدا زي مثلا قلنا تسلق الجبال أو الهايكينج السكاي دايفينج حاجات كتيرة غريبة وجديدة علينا وفيها مغامرة ومخاطرة واسم المشروع اللي احنا اخترناه النهاردة قريب جدا من الفكرة وهي فكرة المغامرة والمخاطرة وهو ريسكو هنأتكلم أكتر على الموضوع دا والمشروع دا أكتر وبالتفصيل والفكرة كلها جات منين من طالبتين هم شاركوا في المشروع بينوّرنا النهاردة الطالبة هايدي هشام حسن زكي هايدي أهلا بيكي ومعينا آية حسن الزكي آية الأخبار هايدي دلوقتي قولي لي أكتر إيه هي سياحة المغامرات؟ يعني احنا بنشوفها عالمياً ونشوف حاجات كتيرة جداً إيه اللي موجود منها في مصر؟ سياحة المغامرات؟ ممكن نقول الأول المغامرة بشكل عام هي أن احنا نعمل حاجات فيها نسبة من الخطورة نعمل حاجات مش متوقعة مش تقلدية إنما سياحة المغامرات احنا من السياحات المستحدثة وإحنا بنعتبرها سياحة مستحدثة وفيها جزء من الرياضات احنا ممكن نقول إن هي رياضة مستحدثة موجودة في كل دول العالم لقينا إن هي يعني حبينا إنحنا نصلت الدوق عليها أكتر في مصر فإحنا بنحب نطلق عليها أصلاً السياحة المستقبل آية زي إيه؟ يعني قولي لي إيه هي الأنواع دي أنواع سياحة المغامرات عندنا نوعين الطبيعية والصنعية الطبيعية طبعاً هي التي تعتمد أكتر على البحر والجو والبر الطبيعية إحنا كمان قسمناها لثلاث مستويات أول مستوى هو المستوى الصعب أو بنقول عليه المستوى الشوق أو المتطرف لأنه بيكون فيه مجهود بدني وعضلي عالي شوية وكمان مستوى خطورة أعلى ده بيكون زي تسلق المرتفعات الماشية المسافات طويلة أو الغصف أعماق كبيرة جداً في البحر المستوى الثاني اللي هي المغامرات المعتدلة المغامرات المعتدلة زي الماشية المسافات بتكون أقل شوية ممكن توصل لـ 100 كيلو التزحلق على الجليد أو تسلق مرتفعات أقل شوية الغصف بس الأعماق متوسطة وآخر حاجة عندنا المغامرات النعمة دي بيكون زي رحلات الاستكشافية التخيم رحلات السفاري بيكون في بردو غوص بس بيكون داخل صندوق زجاجي تحت المية صندوق زجاجي تحت المية بزرطة طب قولي إحنا إيه اللي إحنا شايفينه ده يعني ده زي كفريج للأنواع اللي إنتي بتقولي عليها دلوقت الفات دي كانت سفاري دي كده في الجبل ده ممكن يكون تسلق تمام بالزبط إحنا طبعا بلدنا مليانة أماكن في أماكن كتير جدا وفي بردو؟ الفكرة جات منين؟ الفكرة جات أن إحنا حبينا الأول أن إحنا نطلع على السياحة أصلا في باقي الدول العالم ماشية إزاي فلاقينا أن هي أغلبها متجهين أصلا للسياحات المستحدثة فإحنا يعني قلنا نشوف هال مصر أصلا فيها الكلام ده وكده الله الله، هذا السكاي دايفينج ده أوه السكاي دايفينج فاتفاجئنا أن يعني لأ ده مصري فيها وفيها حاجات كتير جدا فقلنا اللي هو لا إحنا محتاجين إحنا نسلط الدوق نوعي أصلا الشعب المصري بوجود الأنواع دي ووجود الأماكن دي اللي هو ممكن يروحوها وإن إحنا يعني نحط وضعنا نكون كده في مركز متقدم إن شاء الله في النوع ده من السياحة إيه فايدة النوع ده من السياحة غير إن أنا بعلي نسبة الأدرينالين وبخاف يعني إيه الفايدة منها؟ على رأس القائمة عندنا الفوايد النفسية لأن المغامرة بشكل عام هي بتعزز جدا الثقة بالنفس بتعلي الأدرينالين زي ما حضرتك قلت فده بيخلي الإنسان يحس بالسعادة بتدي طاقة للجسم بتطلع الإنسان من الكمفورت زوم بتاعته من الحياة التقليدية اللي هو ممكن يكون عايشها الروتين كل يوم بتخليه قلل تفكير شوية ممكن نتغلب على الاكتئب بتاعنا يعني تاني حاجة عندنا الفوايدة البدنية معظم أنشاط السياحة المغامرات فيها مجهود بدني ومجهود عضلي شوية مش حاجة تقليدية وآخر حاجة عندنا طبعا الفوايدة الثقافية لأن أنا أي مكان هروحها بعرفة يعني هتم عرف تاريخه اتعامل زي اتعامل ليه أو على الأقل هكون فيه صداقات يعني هيكون فيه علاقة إنسانية جديدة حاسة أنه أهم يعني أهم فايدة ممكن تكون اللي أنت قلتيها إن أنا أخرج من الروتين بتاعي والكمفردون بتاعتي ومتحيالي بيحصل تجديد كده لكل الجسم طبعا لأو هي فعلا بتدي طاقة يعني مجرد أنه واحد يعمل نشاط واحد لأو بيحس أنه عايز يكمل يعمل حاجات أكتر في نفس الوقت كلميني أكتر عن أهم الأماكن اللي اكتشفتوا إنه ممكن يتعامل فيها بقى سياحة المغامرات في مصر طبعا طبعا على الأماكن المشهورة اللي هو أي حد ما هيكون عارفها وراحه ممكن يكون مارسها كمان زي الغرداءة وشرم الشيخ ودهب وسانت كاترين والفيون كمان إنها فيها مغامرات بس تحبينا أكتر إن إحنا نعرف الناس وجود أماكن تانية في محافظة الكاهرة والجيزة خصوصا إن أنا عشان نروح شرم أو الغرداء وكده صفار لمسافة طويلة تعب جدا لو في عيلة طلعة أو كده فليه ما نشوفش إيه اللي موجود في الكاهرة والجيزة وحيي اكتشفنا أماكن كتير جدا موجودة في الكاهرة والجيزة وأنواع مختلفة زي محمية ودي دجلة في المعادي إن أنا أقدر عمل كامبينج فيها وخصوصا كمان إن هما مؤخرا عاملين إن إحنا يبقى في موفي نايت في وسط الطبيعة فطبعا دي حاجة جديدة أصلا في مصر إن إحنا نتفرج على فيلم قسط الجبال والحاجات دي فدي كانت حاجة جميلة جدا وإحنا حابين نروغ لها بشكل كبير دير سماعان الخراز ألعاب الهايروبس طحفة جدا في الأوتوفروم ده سباق عربيات وهو بيشارك دوليا كمان فإحنا حبينا إن وفيه كمان أدفينجر بارك وأدرينالين فهو حفيه حاجات كتيرة جدا ومش بس إحنا بنصالة الضوء إن هو الشباب إن هو يروحها لا دي هي أماكن اكتشفنا إن هي مناسبة للعيلة مناسبة للأطفال من سن عشر سنين في ما فوق إن هو ممكن يمارسها عادي بس طبعا مع وجود الإحتياطات والإجراءات إن هو يقدر ومسلا يكون في سلامة على الأطفال سيفتي يعني يكون فيه أمان علشان الواحد ما يبقاش الآن من أي ما يبقاش فيه رزق زي رزق طب أنا عايزة أعرف أنتوا طبعا أكيد علشان تعملوا المشروع بتاعكم أكيد حضرتوا فعاليات كتيرة أكيد أنت شفتوا يعني من الحاجات اللي أنتوا بتعملوا لها تغطية ومن اللي أنتوا بتعملوا لها تسليط للدوق أكيد حضرتوا حاجات كتيرة حضرتوا إيه؟ من الفعاليات التي قمنا بها بالفعل للترويج للحامل بنا أننا زرنا الأماكن بنفسنا زي دارسها معان الخراس في المؤطم رحنا هناك فيه ألعاب ماريو هاي روبز رحنا جربنا بنفسنا عملنا إنتربيو مع أحد المدربين هناك رحنا برضو أوتوف روم الذي ذكرته دلوقتي ده ما كانت سباق عربيات وبرضو عملنا إنتربيو مع مدير المكان هناك رحنا أدبانشور بارك تزيف الرحاب ده ما كان فيه ألعاب مغامرات بس أماكنت أحاجات صناعية رحنا كمان إيجي رو إيجي رو ده مكان للكاياك في النيل لعبة الكاياك الحقيقة كان لطيف في كل الفعاليات دي إن إحنا كنا بنخذ التجربة بنفسنا يعني إحنا كنا كل مكان بنروحه إحنا بنعمل الحاجة بنفسنا وإن الناس كانت مرحبة جدا بنا يعني كانوا تعاونين معنا جدا من الفعاليات برضو إن إحنا نزلنا مدرسة مدرسة إعدادي وعينا الطلاب النوع ده من السياحة الأنشاطة بتاعته والأماكن اللي ممكن يمرسوا فيها والفوائد أحس إن الثقافة دي أو الكولتشر ده لسه مش عندنا يعني آه السائح الأجنبي ممكن يكون أرادي بيعمل الحاجات دي عنده وما بيخافش قوي من المخاطرة والريسك أو الرزق اللي عنده بيكون مش خايف منها ولكن هل لقيته إنه يعني إنتي لما نزلت المدرسة حسيتي إنه ممكن الولادي بقى عندهم الشغف إنه هما يجربوا النوع ده هو بصراحة آه المدرسة اللي إحنا نروحناها فعلا هما كانوا متعاولين جداً الولاد وكانوا عندهم شغف للموضوع هو في حاجة كمان مثل المغامرات أو سياحة المغامرات هي حاجة إحنا ممكن نكون بنعمل لها بس إحنا مش عارفين إنه يسمعها كده يعني ممكن في المصي في عادي حد يجرب لعبة من الألعاب دي هو مش عارف إنه يسمعها سياحة مغامرات بس هو عادي عملها فدي كتت حاجة برضو إحنا ابتدينا نتكلم تيها يعني من الفعاليات برضو إحنا منصناش دورنا في المسؤولية المجتمعية نجحنا مش من نجاح المشروع بس إحنا مؤمنين جداً بتقوعنا يعني في المجتمع فشاركنا كزا مرة في جماعيات خيرية كتوزيع أجهزة مرة وتوزيع طعام وعملنا كمان شنة رمضان بمناسبة الشهر الكريم يعني كل سنة حرية طائبة ومستمرين إن شاء الله في الموضوع ده وآخر حاجة معنا عملنا شخصية تورجو شخصية تورجو ذي شخصية خيالية هو مغامر نشيط جداً معنا في المشروع ده بيروح المفروض الأماكن اللي إحنا بنتكلم عنها بيعرف الناس بوجودها بالأنشطة اللي ممكن يمارسها فيها وفوايدها والحاجات ذي كل يوم خميس على الصفحة بتاعتنا موجود تورجو معنا تورجو هو شخصية خيالية إحنا استخدمناها لتخفيف عن الموضوع شوية إن إحنا ندمج المعلومات اللي إحنا عايزين نقدمها بطريقة فالي شوية يعني يكون أسهل في توصيل المعلومة بالضبط كده يبقى أنتوا اختارتوا العامل الأساسي وهو الماركتنج أو تسويق الفكرة بتاعتكم وهو ده اللي أنا كنت عايزة بقى أسألكه فيه إنه دايما دايما لما بيكون فيه مشروع تخارب وده اللي إحنا لمسناه جدا فيه كلية الإعلام إنه دايما بيكون فيه العنصر إن إحنا عايزين نطبقه في حياتنا هو مش بس مشروع عشان نعمله وننجح وناخد الدرجة ولكن كمان إن إحنا نستفيد به فكرة تسويق بقى الفكرة نفسها أنت قلت اسمه إيه الشخصية؟ تورجو تورجو ده نوع من أنواع الجذب فاحكيني شوية أكتر إيه اللي أنتوا عملتوا عملتوا بيج بدأتوا تحطوا المعلومات بتاعاتكم من خلال الشخصية دي؟ بدأنا في البيج من من أول شهر فبراير إحنا الكونتنت عندنا بتنوى ما بين الفيديوهات والريلز عن الأماكن شغالين على الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك واليوتيوب فاحنا يعني كل يعني يعتبر بمعدل أربعة أيام في الأسبوع في جدولة شهرية البستات اللي حتنزل في جزء خاص بتورجو في جزء حنتكلم عن المعلومات أكتر عن الأماكن في جزء تاني بنحب إن إحنا نقدمه هو المسؤولات الاجتماعية اللي آية قالتها إن إحنا برضو نعرف الناس إن إحنا يعني الشباب لازم إن هو ينزل ويشارك في المجتمع ويدعمه من الحاجات الخيرية فبس يعني إحنا شغالين إن شاء الله يعني ومنتظرين لسه الإعلانات ده طبعا كل المناسبات اللي بتقابلنا بقى بنشتغل عليها يعني حسب إيه المناسبة اللي هتعضي علينا إحنا شغالين عايزة أسألك سؤالي أنا دلوقتي شيء محير جدا بالنسبة لي موضوع صناعة المحتوى ده واللي أصبح موجود على بلاتفومز كتيرة وإنتوا بتشتغلوا في نفس الفكرة نسب المشاهدات بقى والفيوز والفولوورز دي بتبقى محيرة جدا بالنسبة لي لأن إحنا ساعات كتير بنشوف صناعة محتوى هادف وما بيكونش عندهم هذه النسبة من الفولوورز والفيوورز وصناعة محتوى ما بيقولوش أي حاجة وتبص تلاقي عدد الفيوز والفولوورز كتيرة جدا أنتو بالنسبة لكم بما أن انتو بتقدموا فكرة جديدة وفيها فوتج يعني أنت بتحطي فيديوهات بتحطي معلومات لقاءات فعاليات هل بقى نسب المشاهدة ونسب المتابعة معقولة ولا زي ما أنا بقول أنه محتاجين دعم أكتر لاي هو نسب المتابعة بالنسبة لنا مرضية لأنها طبيعية يعني إحنا عارفين إن كل حد بيرياكت أو بيعمل كومنت أو بيعمل شئر أو كده أو بني آدم حقيقي يعرفنا وحابب الموضوع بتاعنا وامتابعه مش حاجة إحنا مزودينها فدي بالنسبة لنا يعني نقطة كويسة إحنا وصلين فيها لحد دلوقتي الحمد لله وخصوصا إحنا كمان بدأنا من شهر فبراير فبالنسبة لشهر إن إحنا 1700 فولور فهو ده طبعا بنسبة لنا شيء مرضي جدا دخلتوا في الكيه يعني عايزين بقى الأمر طيب إيه الجديد اللي إنتوا حاسين إن إنتوا محتاجين في دعمه ومحتاجين إن إنتوا تتطوروا فيه أكتر بحيث إن الفكرة بتاعتكو تنتشر أكتر إحنا حقيقة الدعم نتكلم على الدعم شوية إحنا يعني أحب إن أنا أقول يعني أول داعم لنا أصلا للحملة كانت كليتي كلية الأعلام جامعة الكهرة وخصوصا قسمي قسم علاقات عامة وإعلان حصلنا على رعاية من وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة رحبوا بينا جدا ويعني ما شاء الله عليهم يا شخصيات جميلة وحبين إن هم يدعموا الشعب إب ويدعموا الفكرة خذنا رعاية من وزارة الشباب والرياضة أخذنا يعني رعيات من حاجات حكومية هيئات حكومية وفي نفس الوقت يعني فيه أماكن برضو رعيتنا زي الأوتوفروم اللي أنا كلمت حضرتك فيه استباق العربيات رعاونا برضو كانت الرعاية مش بس من الهيئات ومن الوزارات ومن الأماكن فيه كمان نجوم كتير دعموا الحملة أحب أشكرهم جدا الممثل خالد سرحان والممثل طبعا القادير محمد محمود وفيه الفنانة دونيا سامي ونجمة دوم السنة اللي فاتت سعد سامير فإحنا مش بس فيه مصريين دعمونا فنانين لا إحنا كمان وصلنا لتركيا فيه ممثل اسمه سامح التركي بيمثل في سلسل المؤسس عثمان فهو حاجات جميلة جدا إن إحنا نلاقي دعم من فنانين ومن هيئات فالموضوع كان جميل جدا وخصوصا كمان إن إحنا لقينا من معلقين وإعلمين راديديين زي المعلق محمد فوزي وفيه عندنا كمان الأعلم الرياضي أمير هشام فإحنا يعني بنحب إن إحنا نشكرهم جدا على دعمهم لنا بجد إحنا الحقيقة يعني بنحب دائما الأفكار الجديدة وبنحب إحنا كمان ندعمها كتلفزيون مصري لأنه برغم إن الموضوع ما بقاش سهل لأنه زي ما قلت الأفكار كتيرة والمساحة بقت بالنسبة لكم يعني هي ميزة وعيب يعني أنت شايفة دلوقتي التكنولوجيا عشان تطرحي فكرة جديدة هي مساعدكي ولا في نفس الوقت بتضع عليكي مسؤولية أكبر عشان المنافسة كبيرة؟ هي المنافسة أكبيرة وكل حاجة بس أنا حاسها بتساعدني أكتر لأن يعني في حاجات زي مثلا استبيانات أو حاجات دي كلها هي أسهل كتير طبعا على نت الفورم أسهل مثلا إحنا نعملها نجمع قراءة نجمع إصلاعات الناس عن الموضوع بتاعنا أحسن من ننزل نوزع مثلا حاجات في الجامعة أو حاجات في الشارع إن إحنا نعرض الفكرة بتاعتنا سواء بقى عندنا كذا كذا خصية يعني صور أو فيديوهات أو إن إحنا ننزل بوست أو حاجة طريقة اللي إحنا عايزين نوصل بها الفكرة بتاعتنا هنوصلها بيها فهي الميديا طبعا بتساعدنا كتير في الموضوع ده قال منافسة كبيرة وكل حاجة بس ربنا بساعد ربنا بساعد طيب أنا عايزة دلوقتي تحكوا لي أكتر عن المجموعة بتاعتك وإنتوا كنتوا كم؟ يعني كان عددكم كم؟ إحنا عددنا 21 21 21 14 بنت و8 ولي أيوة 14 بنت طيب قولوا لي كنتم قسمين الأدوار ازاي؟ يعني مثلا أنا متأكدة إن كان في مجموعة مسؤولة عن السوشيال ميديا وإن هي تباوست على السوشيال ميديا أو تبتدي تحط الأفكار الجديدة بتاعتكو على السوشيال ميديا وتسويق وحضور فعاليات يعني قسمتوا الأدوار ازاي؟ إحنا أولا أسمنا من بداية إن بقى فيه جزء خاص بالريسيرش إن إحنا نعرف الأماكن أصلا من الأول كتب ودرسات علمية فكان فيه يعني جروب كده للجزء النظري للبحث أه فيه جروب تاني للسوشيال ميديا استواء بقى السوشيال ميديا سبيشلست الجرافيك بقى ديزاينر الحاجات دي كلها فهم تخصص السوشيال ميديا فيه عندنا كمان جروب المونتاج الفيديوهات اللي بتنزل والريلز والحاجات دي فيه كمان عندنا اللي هو جروب التصوير اللي نازل للأماكن فهو يعني بنحاول على قد ما نقدر يعني إحنا كله يشارك عرفنا كل واحد بيعرف يعمل أي متمكن فيه عشان نوجه جهدنا صح يعني ما نضيعش وقت فان كل واحد يجرب حاجة لا إحنا عارفين من الأول ده بيعرف يصور ده بيعرف يشتغل مونتاج ده بيعرف يشتغل سوشيال ميديا فأسمناها من الأول من البداية خالص هو ده كان المشروع الفاينل أو النهائي بتاعكو الدرجة بقى التخرج لست مناقشة احكولي يعني ترتيب بقى الحاجات اللي بتتعامل لغاية المناقشة المناقشة المشروع يعني انتو دلوقتي عملتوا الفكرة بدأتوا تعرضوها وبدأتوا تحطوها على السوشيال ميديا وبعد كاف الآخر خالص بتبقى المناقشة ولا بيبقى فيه اللي بيسبقها بقى الخطوات الأولى هو احنا حاليا خلصنا الجزء الناظري وكمان السوشيال ميديا يعني فيه جدولة شهرية فاحنا خلصانها حاليا نصورنا في كل الأماكن اللي احنا حابين ان احنا نصورها هي المناقشة ان شاء الله يعني تبقى في شهر خمسة فهو احنا حاليا بنجمع بقى الكتب اللي احنا الإنجازات بقى بتاعت السنة كلها وبعد كده بقى هنجهز للمناقشة ذات نفسها البرزنتيشن بقى فهي ايه بصراحة اللي هتعمل البرزنتيشن انت اللي هتعمل البرزنتيشن انا زميلة معينا اسمها نيرمين احنا اللي هنعمل البرزنتيشن مع بعضه ان شاء الله احلى حاجة انا حساها دلوقتي ودائما بنحساها لما بنشوف شبابنا من شباب الجماعات وخاصة في مشاريع التخرج ان المهارات المطلوبة في سوق العمل اصبحت موجودة يعني مفيش مثلا حد هيشتغل في التسويق او حد هيشتغل في العلاقات العامة او مش هيتطلب منه ان هو يعمل البرزنتيشن او ان هو يلقي محاضرة علشان يقول الفكرة اللي هو بيقدمها فانه يكون عندهم البرزنتيشن سكيلز او المهارات لعرض الافكار دي يعني الحقيقة دي حاجة جميلة جدا واصبحت موجودة في الجامعات وفي مشاريع التخرج فالاستعدات بقى اصطدنتي المسئولية الاكبر هتصب عليك يا ايدي دي مشكلة يعني التعب كله هما عملوه في الخيطة انا اللي هظهره يعني هو التعب كله هو فعلا كلهم تعبوا جدا وفي ناس بجدة تعبت قوي في المشروع هاي دي الليدر بتاعتنا في المناسبة ايوة لكن اللي هيظهر الموضوع هو فعلا طريقة العرض بس بصراحة احنا عندنا الكلية خصوصا الكسمة بتاعنا هما فعلا بنشتغلوا علينا في كل حاجة يعني المشروع بتاعنا مش مجرد حملة لا احنا بنشتغل في مجالات كتير جدا المسئولية المجتمعية دي الحملة بتاعتنا السوشيال ميديا كل الحاجات دي فهما ما سابلناش حاجة فعلا ممكن نطلع لسوق العمل نقول احنا ما خدناهاش واحنا ما عملناهاش فهما بيحضرونا كويس جدا الموضوع ده بصراحة الحمد لله بالنسبة للمناقشة يعني ربنا يسهل فعلا بحضر لها من دلوقتي ان شاء الله ربنا معاك وربنا يوفاك وان شاء الله هتكوني يعني خير بروزنتر او يعني هتكوني انتي بتمثلي زملائك في المشروع بشكل ان شاء الله تاخدوا متياز احنا دايما على فكرة اللي بيقولنا بياخدوا متياز فان شاء الله تاخدوا متياز انا بشكركم جدا هايدي وايا نورتوني شكرا جدا لحضر وبنحس بسعادة غير عادية لما بنشوف شبابنا كده افكاره بديدة وحلوة وبيشتغلوا فيها بيبقى فيه القيادة وكمان المهارات للعرض الفكرة انا بشكركم جدا ونورتوني شكرا جدا لحضرتك وكل سنوات طيبين خلاص رمضان على الأخير مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتنا وحلقتنا كمان بتمنى تكون فقراتنا النهاردة عجبتكم بكرة أسرة جديدة ومصر جميلة دايما خليكم فاكرين ان بلدنا اجمل بلد في الدنيا